وينضم إلينا عبر خدمة سكايب من لندن محمد الشناق طبيب بوحدة العناية المركزة في هيئة الخدمات الصحية البريطانية تحياتي دكتور يعني رئيس بلدية لندن يدعو إلى فرض قيود جديدة بشكل عاجل هل الأوميكرون بهذه الخطورة؟ تحياتي وشكرا لاستضافتكم الأوميكرون خطورته نعم حقيقية وموجودة وتكمن خطورته مش بجرد شدة الأعراض ولكن كمان خطورته على سرعة الانتشار هو اللي يقلقنا حاليا كنظام صحي بشمل المملكة المتحدة كاملة لكن اليوم الحديث عن نسبة الملقاحين وحتى من تلقى اللقاح هل من تلقى اللقاحين وربما اللقاح المعزز أيضا هو يعني بعيد عن الإصابة بأوميكرون؟ حاليا بعد الدراسات اللي عملوها في أفريق الجنوبية بعد ما اكتشفوا الأوميكرون اكتشفوا أنه ممكن يصل حتى مش بس للي عندهم لقاحين ولكن أيضا للناس اللي انصابت في كورونا من قبل ولكن وجدوا أنه اللي كان عندهم لقاحين أو اللي أخذوا البوستر اللقاح الثالث شدة الأعراض أو حتى ورقم منهم كبير كان بدون أعراض تماما بس بناء على المطعوم فهو بيحدد خفة أعراض المرض وتزامن وطريقة مجرياته كجسد ولكن هي من الخوف مرة أخرى في سرعة الانتشار ما بين غير المطاعمين أو حتى كونك مطاعم ممكن تكون حامل وتكون بنشره طيب في هذه الحالة ما الحل؟ هل التطعيم المعزز هو الذي سيساعد على الوقاية من أوميكرون؟ أم نحن بحاجة اليوم إلى لقاح جديد ربما؟ أولا المعزز نعم سوف يساعد وأثبتت خلال آخر دراسات أسبوعين أنه ساعد بأرقام كبيرة ويبحثون حاليا عن مطعوم جديد ولكن ليس كمطعوم مفهوم جديد ولكن مطعوم يشمل المتحول أوميكرون ويعطي مناعة له طيب يعني اليوم ما المشكلة؟ يعني هولندا كدولة أوروبية تعلن منذ اليوم إغلاق شامل عمليا هل قد يصل الإغلاق أو الإجراءات ربما إلى دول أوروبية أخرى من ضمنها؟ بريطانيا أيضا؟ نعم حاليا الحكومة بالتعاون مع النظام الصحة البريطاني بتعاون على وجود ريستريكشنز وإغلاقات جديدة وعودة احتمال التباعد والتجمعات وإغلاق جزء من المناطق العامة من المتنزهات من المطاعم وغيره لكن هذا يتم حاليا دراسته ولكن لم يكن هناك قرار يطبق للحال سؤال الأخير كونك طبيب بوحدة العناية المركزة في هيئة الخدمات الصحية الملكية هنا في بريطانيا يعني ما المخاوف لديكم في الوحدات أو في المستشفيات بشكل عام؟ مخاوفنا تشمل أن نغمر في عدد الحالات والخوف من موجة ثالثة كما كانت في السنة الماضية عدد الحالات والإصابات لم نكن نعرف الكثير عن المرض وكيفية التعامل محو جدا ولكن الخوف من الانتشار السريح هذا يجبب ضغط لا يمكن تحمله في النظام الصحي حاليا وكما تعلم أنه تم تأجيل كثير من الحالات الغير متعلقة بالكوفيد فقط مبناء على أنه لا يوجد سرير لهم أو لا يمكن استيعابهم أو لا يمكن إجراء متكملات علاجهم لأن إغمار الذي حصل السنة الماضية أو بالذات في شهر اثنين كان جدا شديد وهذا أكبر متخوف عنا حاليا لكن بالنسبة لعدد الأرقام حاليا من ناحية عناية مركزة الأرقام لا تقارب أبدا لأرقام السنة التي مضت ولكن يتشمل خوفنا هو عدم استيعاب ناس لأهمية المطعوم وبالذات المطعوم الثالث شكرا جزيلا لك من لندن عبر خدمة سكايب الدكتور محمد الشناخ طبيب وحدة العناية المركزة في هيئات الخدمات الصحية البريطانية